حضرتك توليت بانسب رئيس أكاديمية الفنون لسنوات طويلة وكان منها كمان يعني بعد السنوات الحد جدا والخطر مع الفترة اللي كان فيها الإخوان في مصر والقطع يعني كلنا عارفين أنه أكاديمية الفنون فيها مصرح الآن أصلح قديما حتى لها في معهد الفنون المصرحية ماذا يقدم للحياة الفنية في مصر خاصة أنه كمان الأكاديمية عرفنا أن لها حاليا بدأت تتجه لوجود فروع في القاهرة أو حتى في بعض الأقاليم السؤال عن فترة الإخوان وما بعد ماذا كده؟ وبشكل العام يعني ماذا تقدم الأكاديمية؟ في حياتنا حاجة اسمها أكاديمية الفنون ماذا تقدم؟ لا أكاديمية الفنون لازم نعترف أنها أكبر صرحة في الشرق الأوسط لكن قدامها مشوار أنها برضو تعمل التطور اللي مش من خيالاتنا كمان دي بقى أصبحت روشيتة موجودة في كل الجامعات يعني مثلا في كل الجامعات في حاجة اسمها الميجورفيلد والماينورفيلد التخصص الرئيسي أنا بدرس تمثيل لكن في الماينور ممكن أدرس رأس ممكن أدرس سينما تصوير منتاج أعزف على آلة فهنا أنا لازم أواكب هذا المتغير العالمي بحيث أن أنا أطلع طالب عنده مهارات متعددة وبياخد شاهدتين فبفتح قدامه كمان سوء العمل ده اللي مفترض يحصل علشان نبقى مواكبين فكرة جودة التعليم اللي هي موجودة في العالم وإحنا تأخرنا كتير في هذا دلوقتي الأكاديمية ماشية في مشروع الجودة بس من خلال الكريدت أورز لسه الميجور فيلد والماينور فيلد التخصص الرئيسي والتخصص الفرعي ده لازم ليه بأكاديمية؟ طيب هذا عن الأكاديمية ماذا عن المسرح المصري في مدن مصر؟ يعني أهم مسارحنا مثلا حاليا موجودة في مكان تقريبا مزدحم جدا ولا أحد يستطيع أن يصل إلى هناك المسرح القومي، المسرح الطريعة، المسرح العرائس كل ده في مكان صعب الوصول له ده سؤال مركب أول حاجة علشان نفك هذا الازدحام أن أحنا الأماكن المسرحية بتاعتنا تكلست لأن من زمان خالص المسرح لما نشأ فروض الفرق لما كانت ميناء ثم تحرك مع برصة القطن إلى الأسبكية وثبت هناك بعد ثورة يوليو فالمنطقة دي ما بقتش مواكبة النهاردة أنه يجيلك متفرق أنا في الولايات المتحدة كنت قاعد مع واحد من أهم مخرجي برودوي فأول ما تعرفنا على بعض قال لي أنت إيه علاقتك بأنكل سام؟ قلت له هو عمي القصر فضحك وبقين أصحاب فلما جيت أكلمه على المسرح والإخراج والنص قال لي ما تكلمنيش عن الإخراج والنص كلمني عن الباركينج كلمني عن الحمام النظيف يعني المحيط بالمسرح نفسه المسرح ده عبارة عن كومبينيشن الكمبينيشن ده جزء من عملية التسويق والإنتاج وكله طب يعني رد على هذا السؤال أنه وجود هذه المسارح القديمة في هذا المكان من القاهرة حيبقى صعب جدا الوصول له بس عايز أكمل لأنا لما أروح الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس وأبني فيها مسارح ده مش معناه حرمان الفقراء من العمل المسرحي أنا هنا بجري وراء دفع التذكرة الحقيقة علشان في مقولة انتشرت من الستينات أن العمل الفني ما يجيبش فلوس وإنها خدمة أنا ضد هذا الكلام العمل الفني بيجيب فلوس؟ طبعا في العالم كله بيجيب فلوس يعني ناتج الأقبال عليه ناتج تمان التذكرة؟ هو الأول لازم يروح لحركة راس المال المسرح وبعدين لما يجيب فلوسه أروح أعرض للفقراء ببلاش أبقى أنا عملت التوازن الاجتماعي المطلوب أروح للفقراء في أماكنهم واعرض لهم في أماكنهم لكن أنا لما تيجي هيئة قسور الثقافة تعرض مسرحيات زي اللي بتعرضها في القاهرة يبقى احنا ناس لأن كل محافظة من المحافظات ليها مشاكلها النسبية فلابد أني أتعامل مع هذه المشكلات وفي تجارب كتير يعني حديث تقول أن التجارب المسرحية والأعمال المسرحية عليها أن تتوافق مع المحيط الذي تقدم فيه طبعا ما فيش مسرح النهاردة منفصل عن سياقه الزماني والمكاني لا ده لازم خصوصا المسرح الموجه للعمال الموجه للفلاحين أنا لازم أعرف مين جمهوري أنا ما بقاش عندي هذا الجمهور الكتلة لا أنا عندي فئات مجتمعية لازم أعرف أخطبها حضرتك قلت لي ما تتكلمش بشكل علمي صرف لكن أنا لما أروح للفلاحين في أماكنهم أعمل مسرحية تناقش مشاكل أعرف حضرتك إزاي وخليه يشترك في حلول هنا ده جزء من المسرح العالمي كمان أنا ما بدي لكش وجبة جاهزة وعليك أنك تقبلها أو ترفضها حتى رفض سلبي لكن أنا عايزك تناقش وتتفاعل هنا المجتمع بيدخل في عملية تفاوض يعني لازم نغير أسليبنا